السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في درس جديد على مدرستكم الالكترونية مدرسة يوب مدرسة بتقدم منهج لمرحلة التدائية بشكل مجاني كما تقدم كل ما يهم القصر والطفل ايضا تقدم معلومة هاملين نشير الفيديوهات على اليوتيوب النهاردة معانا الدرس اللي بتكلم عن حالات المادة وتحولات المادة تابعوا معانا ان شاء الله طيب تعالوا نشوف ايه هي حالات المادة انا عندي حاجتين او فيها عشان برضو بتيجي في الاسئلة يقول لي اه ايه هي حالات المادة وايه هي تحولات المادة قبل ما ندخل في الدرس في حاجة في ناس كتير بتسألني احنا ازاي نتابع كل الدروس اللي بتصدر على القناة حضرتك ان تدوس على الزرار المكتوب عليه الموجود اسفل شاشة الفيديو وبعد ما دوس تدوس على الجرس اللي موجود تحت الزرار لما دوس سبسكرايب حضرتك بتدي امر ان مجرد ما القناة يصدر عنها اي درس ان حضرتك تشوف ان يوصل لك رسالة بان القناة نزلت درس ولا حد عنده اي سؤال او اي استثار في اي حاجة في العلوم يسيب سؤاله اسفل شاشة الفيديو ان شاء الله بنرد على كل التعليقات اللي بتوصل لنا طيب ايه هي اه زي ما قلنا احنا عندنا تلات حاجات تحولات تحولات المادة وحالات المادة حالات المادة تلات حالات حالات المادة تلات حالات ايه هي حالات المادة تلاتة صلبة وسائلة وغازية يبقى حالات المادة كم حاجة تلات حاجات صلبة وسائلة وغازية يجي صح وغلط يقول لي ما هي حالات المادة اربع حالات او صح ولا غلط اقول له غلط ما اتلقبطش بقى بين حالات المادة وتحولات المادة وحنشوف مع بعض الاول بس نمشي كده واحدة واحدة ونشوف ايه هي حالات المادة حالات المادة اللي اما تكون صلبة زي مثلا الحديد قطع الحديد قطع الاسمنت عفوا قطع الحديث قطع الخشب اي مادة صلبة عندنا او سائلة زي المياه زي زيت زي اي مادة سائلة بنشوفها او غازية زي الهواء اللي احنا بنتنفسه تمام كده هو طيب اه برضو انا هقول لكم في العلوم اللي تذكروا من الدرس طيب يقولي المواد الصلبة وكمان تابعوا معنا ان شاء الله هقول لكم على اهم الاسئلة بازن الله اللي بتيجي سواء في الفيديو ده او في الفيديو التاني يقولي ايه هي تعريف المواد الصلبة المواد الصلبة لها شكل محدد ولها حجم محدد يجي سألني يقول لي بقى ايه اول حاجة احنا لازم نعرف التعريف بتاع المواد الصلبة المواد الصلبة لها شكل محدد وحجم ثابت لها شكل محدد وحجم ثابت يقول لي علل لا تتغير قطعة الحديد عند وضعها في الماء او ثركها خارج الماء ما بيحصلهاش اي تغير هقوله ليه لان الحديد مادة صلبة لها شكل محدد وحجم ثابت تمام كده ده مثال على الاسئلة اللي ممكن تيجي علل في على المواد الصلبة تعالوا كده نشوف ايه هو تعريف المادة السائلة المادة السائلة هي مادة لها حجم محدد ويتغير شكلها حسب الاناء الذي توضع فيه يبقى احنا لازم نحفظ مع بعض تعريف المادة السائلة لها حجم محدد ويتغير شكلها حسب الاناء الذي توضع فيه يجي قولي علل يجي قولي علل عند وضع لتر من الماء في زجاجة وعند ما قمنا بنقله الى مثلا مخبار مدرج تغير شكل الماء دون ان يتغير حجمه هقوله ليه لان الماء عبارة عن مادة سائلة لها حجم محدد ويتغير شكلها حسب الإناء الذي تضع فيه يبقى ممكن يجي يقول لي علل والله أنا حطت لتر مية في إزازة وبعدين خدت لتر المية ده حطته في مخبار مدرج فتغير حجم تغير شكل الماء ولكن لم يتغير حجمه ولكن لم يتغير حجمه علل هقول له لأن الماء مادة سائلة لها حجم محدد ويتغير شكلها حسب الاناء اللي تضع فيه المية بتاخد او المواد السائلة كلها بتاخد شكل الحاجة اللي محطوطة فيها بتاخد شكل الحاجة اللي هي محطوطة فيها طيب تعالوا نشوف ايه هي تعريف المواد الغازية المواد الغازية يتغير شكلها وحجمها بتعريف المواد الغازية هي تغير شكلها وحجمها بتغير شكل وحجم الاناء اللي تضع فيه يبقى المادة الغازية بقى هنا بيتغير شكلها وحجمها بتغير شكل وحجم الإناء الذي تضع فيه المواد الغازية بقى بتغير بقى كل الحاجة فيها بتغير شكلها وحجمها بتغير شكل وحجم الإناء الذي تضع فيه يلي يقول لي يعلل يلي يعلل بيهمكوا платleichي الموجود في المقاعد يقرأ وتعلم يملك يمكن تغيير شكل وحجم يمكن ضغط السؤال يمكن وضع الغاز ي seguinte يعلل يملك وضع الغاز داخل استوانة قلبة وانبيب الاكسوجين. ليه? هقول له. هقول له. لان الغاز يتغير شكله وحجمه. بحسب شكل الاناق اللي زي تضع فيه. ويمكن ضغطه لان هقول له هولا الغاز يتغير شكله وحجمه. فيمكن ضغط كمية كبيرة من الغاز داخل استوانة البوتجاز والايواء نبيب الاكسوجين. يبقى تاني ممكن هنا اقول لي علل ان احنا بنحط ليه? يمكن تعبئة الغاز في استوانة من الغاز وانبيب الاكسوجين. هقول له لان الغاز يتغير شكله وحجمه ويمكن ضغطه. ويتغير شكله حجمه حسب الاناق الذي يضع فيه. وايضا يمكن ايه? ويمكن ضغطه. ويمكن ايه? ضغطه. ده من الاسئلة اللي ممكن تيجي علل معنا. يبقى تاني كده. حالات المادة هي ايه? عندي حالات المادة. تلات حالات. المادة الصلبة وسائلة والغذية. عندي تعريف المادة الصلبة. ان المادة الصلبة لها شكل محدد وحجم ثابت. وزي ما قلتلكو هو يجي هنا يقول لي علل. والله احنا جبنا حتة حجرة وحطناها في المخبار المدرج. وشنها من بره المخبار المدرج. اه جبنا حتة خشبة. حطناها جواه المخبار المدرج اللي فيه مية. وشنها من المخبار المدرج اللي فيه مية. ما حصلش اي تغير في الشكل ليه? هعلل اللي لا يحدث. اي تغير في الشكل. هقوله لان المادة الصلبة لها شكل محدد وحجم ثابت. لها شكل محدد وحجم ثابت. تمام? هيجي يقول لي والله انا جبت ميت ميلي من من المية وضعتها مرة في طبق وضعتها مرة في مخبار مدرج وضعتها مرة في بيكر ومع ذلك لم يتغير كان بيتغير شكلها ولكن الحجم السابع هقول له ليه? علل. هقول له لان مواد السائلة لها حجم آآ وتغير شكلها حسب يزيزو ضع فيه. هنا هو جاب بلونة والبلونة ضغطها فتغير شجم السائل غاز فتعرفنا على تعريق وقال لي ان ليه? علل ليه يمكن ضغط كمية كبيرة او وضع الغاز داخل استوانة البوتاجاز وانبيب الاكسوجين. هقول له لان الغاز يتغير شكل وحجمه حسب الاناء الذي يوضع فيه كما يمكن ضغطه. كما يمكن ضغطه. بالاضافة غير التعليلات اللي احنا قلنا عليها. بالاضافة ان هو يجي يقول لي ما هي حالات المادة? ما هي حالات المادة? هقول له آآ حالات المادة تلات حالات. صلبة وسائلة وغازية. يجي اسألني على تعريف المادة السائلة وتعريف المادة الصلبة وتعريف المادة الغازية. وبالاضافة للتعليلات اللي احنا قلنا عليها. تعالوا بقى مع بعض ندخل على تحولات المادة. يبقى انا عندي في حاجتين يا جماعة مش عايزين نلغبطنا بينهم. عندي حالات المادة تلاتة وعندي تحولات المادة بقى اربعة. عندي تحولات المادة اربعة. يبقى انا عندي حالات المادة كام? تلاتة. تحولات المادة كام? اربعة. تمام. اه هي تحولات المادة? تحولات المادة اول تحول معنا هو الانصهار. الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة بارتفاع درجة الحرارة. الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بارتفاع درجة الحرارة يبقى هي تحولات المادة هي تحولات المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بارتفاع درجة الحرارة بنقصين نكتب التسخين بنقصين نكتب التسخين تمام؟ نكتب التسخين يجي يقول لي علل يقول لي عند وضع قطع من السلج فيه كوب بلاستيكي وتركه خارج التلاجة يتحول إلى مئعال هقوله لأن السلج يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغزاء السائلة بارتفاع درجة الحرارة وهو التسخين يبقى هو الإصهار وعرفناه التعليل الممكن يجي عليه يقول لي علل بالنسبة للتبخر بيقول لي مثلا باستمرار التسخين تعالوا نشوف تعليف التبخر ونشوف التعليل اللي ممكن يجي عليه تاني حالة من حالات تحولات المادة هي التبخر والتبخر هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بارتفاع درجة الحرارة هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بارتفاع درجة الحرارة طبعا أي حاجة موجود هو مستثيل دي نحفظها لأن ده بيكون تعريف وبالإضافة أنه غير أنه تعريف كمان بيكون إجابة على التعليل يجي يقول لي هنا علل ايه يقول لي بتقلي كمية أما نيجي نحن نحط كمية من المية من البرادة في البرادة على النار أو حلة فيها مية وسبناها تغلي باللاحظ أن المية بتقل مع الوقت وممكن لو نحن نسينا مثلا البرادة على النار المية تتبخر كلها وابتدي بقى يحصل لقدر الله احتراق في البرادة أو الإناء اللي احنا حطينه على البتجاز طيب المية رحت فين؟ المية حتحولت من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بارتفاع درجة الحرارة اللي حصلت تحولت المية تبخرت يعني اللي هي عملية ايه بقى؟ اللي هي أن المية دي كانت سائل تحولت إلى غاز وتحولت إلى بخار مية واختفت المية تماما تحول المادة بقى من الحالة السائلة الحالة الغازية اسمها عملية ايه؟ اسمها عملية التبخر فيجي يقول لك علل تقلي كمية الماء باستمرار التسخين لأنها تتحول إلى بخار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة تتحول الحالة المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية. تمام كده؟ طيب احنا كده خد وطبعا برضو هنكتب هنا بارتفاع درجة الحرارة بين قصين التسخين. بين قصين التسخين. تمام؟ طيب تعالوا كده نشوف مع بعض برضو ايه هو تعريف التكسف بقى. ايه هو التكسف هو عبارة عن ايه؟ التكسف هو تحول المادة من الحالة الغازية الى الحالة السائلة بنخفاض درجة الحرارة. التكسف هو تحول المادة من الحالة الغازية الى الحالة السائلة بنخفاض درجة الحرارة. بنقصين التبريد. احنا بنكتب في تعريف التعريفات السابقة التسخين. دلوقتي بنكتب بقى ايه؟ بنكتب التبريد. بنكتب خط افضل بنقصين التبريد. تمام يبقى ايه هو التكسف هو تحول المادة من الحالة الغازية الى الحالة السائلة منخفاض درجة الحرارة يجيسألني بطريقتين اول حاجة يقول لي والله يتجمع بخار الماء في فصل الشتاء يقولك في فصل الشتاء بنلاقي ان فيه بخار مية متجمع على الاسطح الباردة مثل السيارات يتجمع بخار الماء على الاسطح الباردة مثل السيارات كمان واوراق الشجر في فصل الشتاء او عندما ترتفع درجة الرخطوبة اتسيبك من الكلام ده كله هو حيجي يقولك عندها اللي علل بتتجمع يتجمع بخار الماء على الاسطح الباردة مثل اسطح السيارات واسطح واوراق الشجر تاني يجي يقولك علل بتتجمع قطرات الماء على اسطح السيارات وعلى اوراق الشجر هقول له لان هقول له ليه كلام ده لانه هقول له لان بيتحول بخار الماء الموجود في الجو من الحالة البخار اللي هو من الحالة الغازية الى الحالة السائلة نتيجة انخفاض درجة الحرارة وهذه العملية تسمى عملية ايه؟ تسمى عملية التكسف هقول له لان بخار الماء الموجود في الهواء يتحول من الحالة الغازية الى الحالة السائلة نتيجة انخفاض درجة الحرارة وهذه العملية تسمى عملية ايه؟ تسمى عملية التكسف طيب نكمل مع بعض بعد كده عندي رابع حالة بين حالات تحول المادة هي حالة التجمد التجمد هو تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة من خفاض درجة الحرارة بين كوسين برضو التبريد بين كوسين التبريد يبقى ايه هو التجمد؟ هو تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة بين خفاض درجة الحرارة بين كوسين التبريد التبريد. طبعا لازم نحفظ كل التعريفات اللي موجودة جوه المستطيلات. يجي يقول لي برضو بالاضافة اللي هو سؤاله عن التعريف يجي يقول لي يعلل. يقول لي يعلل. عند آآ آآ يفضل يفضل ان لا تملأ زجاجات الماء الى نهاياتها عند وضعها في الفريزر. فسر زارق. فسر زلك. ليه? احنا ما نجي نجيب ازازة. الازازة دي نحط فيها مياه وندخلها الفريزر. آآ لازم نسيب مساحة فضية في الازازة من ملهاش للاخر بالمية. ليه? هقول لك ليه? لان الحالة آآ آآ نتيجة وضع المية. هي عندنا زجاجة في الماء والزجاجة آآ بعد وضعها في الفريزر. عند وضع الماء داخل الفريزر يتحول الماء من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة. اللي هي بين قوسين التجمد. العملية دي اسمها عملية التجمد. الحالة الصلبة اللي هي السلج بيكون حجمه يزيد عن حجم المادة السائلة. تاني يبقى احنا بنحط عند وضع الماء في زجاجة ووضعه داخل الفريزر يتحول من الحالة الصلبة الى الحالة من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة اللي هي بين قوسين التلج والمادة الصلبة يزيد حجمها عن المادة السائلة. برضو تاني عشان بتكرار ان شاء الله ستتضح المعلومة. دلوقتي انا ما بجيب الماء وبحطها في الفريزر. اللي بيحصل لها بتتحول من المادة السائلة اللي هي الماء الى التلج اللي هو المادة الصلبة نتيجة عملية التجمد. المادة الصلبة دي بقى ليها خاصية المادة الصلبة اللي هي التلج دي ليها خاصية المادة لما بتتجمد بيزيد حجمها عن المادة السئلة يعني الحجم اللي ياخده التلج أكبر من الحجم اللي بتاخده المية في الإزازة فلما بتتحول المية الموجودة في الزجاجة إلى تلج حجمها بيزيد فلو أنا مالية الإزازة للآخر اللي هيحصل في الإزازة الازازة هتنفجر وحتتكسر نتيجة ان حجم التلج ازيد من حجم المية فحتبتدي يكسر الازازة علشان يحاول ان هو يجيب مساحة تانية يعني التلج هيبقى ازيد من مساحة الازازة فالازازة هتتكسر وحتنفجر فعشان كده يفضل احنا لما نحط ازازة في الفريزر يفضل ان احنا ما نملهاش للاخر ده كان ملخص الدرس تعالوا كده نشوف ايه هو ملخص الدرس هو هنا بيقول لي ان الحالات المادة زي ما قلتلكه ثلاثة صلبة وسائلة وغازية المادة الصلبة لها حجم محدد وشكل محدد المادة السائلة لها حجم محدد وشكل متغير والمادة الغازية لها حجم شكلها وشكلها بتغيره حسب الاناء الذي توضع فيه ودني مثال على كل مادة دني مثال على المادة الصلبة الحديد ومثال على المادة السائلة الماء ومثال على المادة الغازية الهواء وبيذكرني بالتعريفات طبعا احنا قلنا ان ممكن تعريف المادة الصلبة والمادة السائلة الغازية. كمان قلنا تعريف الانصهار وهو تحول المادة من الحالة السائلة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين هو هناك كتب بالتسخين التكسف هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بالتبريد. التكسف التجمد هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بالتبريد أو بنخفض درجة الحرارة. التبخر هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. وقلنا أنه ممكن نسألني على تعليلات مختلفة وتكون إجابتها هي التعريب بتاع الانصهار أو التكسف أو التجمد أو التبخر فضلت حاجة عايزة أقولها لكم أن التبخر عكسه التكسف التبخر عكسه التكسف التبخر أنا كان عندي مادة سائلة تحولت لبخار التكسف أنا عندي مادة غازية تحولت لسائل فالتبخر عكسه التكسف والانصهار عكسه التجمد الانصهار أنا كان عندي مادة صلبة تحولت لسائلة فده هو ده الانصهار لكن التجمد انا عندي مادة سائلة بتتحول لحالة صلبة برضو الانصهار عكس التجمد يبقى كده اكتب تحت اقول ان الانصهار الانصهار عكسه التجمد تمام واقول كمان ان التبخر عفوا على سوق الخط التبخر عكسه التكثف التبخر عكس التكثف برضو ده من الاسئلة اللي مهمة اللي ممكن يسألني عليها وكده نكون احنا النهاردة عملنا حالات المادة اللي هي تايتها وتحولات المادة اللي هي اربعة ان شاء الله هنسيب لكم برضو دروس العلوم من اول ما بتدنيها لحد ما وصلنا على الشاشة دلوقتي كمان هنسيب لكم دروس نسيب لكم دروس الدراسات اللي قدمناها هنسيب لكم معلومات مهمة برضو عن الرياضيات للصف الرابع الابتدائي وحنسيب لكم برضو بعض المعلومات المهمة عن اللغة الانجليزية وطريقة مذاكرة اللغة الانجليزية كل ده هتلاقوه فيه هيظهر لكم على نهاية الشاشة لو حضراتكم استفدتم من الدرس اعملوا لايك للحلقة وشيرينج ليها حتى تعم الفائدة وسبسكرايب للقناة ودوس على الجرس بعد سبسكرايب للقناة اذا اردت حضرتك اني وصدك كل جديد يصدر عن القناة ولو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يسيب تعليق اسفل شاشة الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة